وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اتفاقية تعاون مع تحالف جامعات NCUK الذي يضم أكثر من 50 جامعة إنجليزية تهدف تلك الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة المصريين للالتحاق بالسنة التأسيسية التأهلية ومن ثم يمكن للطالب أن يستكمل دراسته في إحدى جامعات إنجلترا التي تقع تحت مظلة التحالف حدث النهاردة من الأحداث اللي احنا بنشوفها مهمة جدا في مسيرة الأكاديمية نحو التحاول العالمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بنحاول نعمل شراكة مع كبريات الجامعات فهذا التحالف اللي هو NCUK ده بيضم أكثر من 30 جامعة منهم 8 من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم فإحنا بنحاول يعني نرفع مستوى التعليم في الأكاديمية بنحاول نطور مستوى التعليم في الأكاديمية بنحاول نحفظ على أولادنا اللي هم يعني مصرين على الصفر إلى الخارج للدراسة في الخارج بنقول لهم يعني تعالوا تفضلوا في الأكاديمية السنة التأسيسية الفونديشن يير خدها في الأكاديمية بتزيد مدارك الطالب بيشوف أن فعلا المكان ده في أرقى القدرات النهاردة في حدث بالفعل عظيم في الأكاديمية العربية وهو توقيع اتفاقية التعاون والشم مشاركة مع الـ NCUK والـ NCUK دي عبارة عن بارتنرز من كبرى الجامعات الإنجليزية حتى حتوقع معنا شراكة بتتيح للطلبة في الـ High School في مصر بالارتحاق في ما يطلق عليه الـ International Foundation Year أو السنة التأسيسية التأهيلية والجارانتي إن يقدر يكمل دراسته في إحدى الجامعات في إنجلترا اللي تقع تحت مظلة الـ NCUK فده بصراحة أنا بشوفه من الأمور الأكاديمية بالفعل نجحت في توفيرها لشباب مصر والوطن العربي وأفريقيا كمان النهاردة الأكاديمية في صدد إنها تمضي اتفاقية للتعاون مع تحالف جامعات NCUK بيضم أكتر من خمسين جامعة ونضي أول مرة يكون في الـ Partnership دي في مصر وفي الدولة المحيطة الاستفاقية زياد بتتيح للطالب إنه هو يدرس الـ Foundation Year و possibly Year 1 و Year 2 في برامج معينة في مصر ويروح بعد كده يكمل بره بمضمون لو مكان في جامعة من الجامعات دول ترجمة نانسي قنقر